مليونان وسبعمائة ألف قنطار من البصل هي حصيلة إنتاج سنة 2019 في ولاية تيارت على مساحة ارتفعت بما يقارب النصف زيارة ميدانية لحقل النموذجي في بلدية السبعين أكدت تحسن الإنتاج في شعبة البصل كما ونوعا وتم تستير 85 ألف قنطار من الولاية إلى خمس دول موليطانيا، ليبيا، تونس، إسبانيا وإيطاليا من تجد أن نصل إلى إسبانيا وإيطاليا يعني رغم إنتاج في معايير عالمية وقد نجد روسيا بإذن الله رغم هذا الإنتاج الوفير يعاني الفلاحون من مشكلة مهمة يخاصهم فرقاوات، يخاصهم البصل اللي ديرها هنا تحت الباشاة وضائع يذيع يذيع مدرية الفلاحات والشركاء الاجتماعيون يطمئنون على تحسن الأمور مستقبلاً في مجال التخزين يعني الفلاح اللي عنده طاقة ويقدر يدير شامخ فخواد مرحبا به وحتى المستثمرين الخواص يعني هذه النقطة اللي رح نشجعها وحتى رح نديره في البرنامج السنوي أيام تحسيسية تنويع المزرعات وتجاوز الارتباط بالحبوب وحدها استراتيجية قطاع الفلاحة لمستقبل زراعي أفضل اشتركوا في القناة